قمعت قوات إسرائيلية في مدينة القدس بالقنابل الصوتية والمياه العادمة وقفة أمام المدخل الغربي لحي الشيخ جراح نظمت ضد إغلاق الحي وبحسب المصادر شارك في الوقفة إلى جانب أبناء حي الشيخ جراح نشاطاء سلام ردد هتفات منددة بحصار الحي وبممارسات القوات الإسرائيلية والمستوطنين بحق الأهالي هناك نقلت وكالة فارس الإيرانية عن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالي باف قوله أن اتفاق المراقبة النووي بين تهران ووكالة التاقة الذرية انتهى اعتبارا من أمس 22 مايو وقال قالي باف أنه اعتبارا من 22 مايو وبانتهاء الاتفاقية التي مدتها ثلاثة أشهر لن تتمكن الوكالة من الوصول إلى البيانات التي جمعتها الكاميرات داخل المنشآت النووية المتفق عليها بموجب الاتفاقية